إن شاء الله إحنا في خدمة أبنائنا الطلبة جميعاً يعني طبعاً عاملين استعدادنا كاملة في مكتب التنسيق لاستقبال أبنائنا الطلاب إن شاء الله وإحنا بهذه المناسبة بنهلنا أبنائنا الطلاب يا ربي يناول كل واحد اللي في نفسه يا رب يا رب طب إيه شكل لاستعدادات؟ يعني مكتب التنسيق استعد إزاي؟ إحنا طبعاً مكتب التنسيق استعد من حوالي 3-4 شهور بنعنا لتوجيهات معه للوزير الدكتور محمد أيمن أشهور إحنا باستعداد بنسبة بنراجع مواقع التنسيق الإلكتروني بنراجع مواقع الكليات الجديدة بنسبة الأرقام الجلوس بنسبة للطلبة بنجيبها من وزارة الرباية والتعليم عشان يبقى كل الأمور مستعدة لاستقبال أبنائنا الطلاب إن شاء الله طيب عايزين نعرف كده إحنا كنا في سنوية عامة بنقول إحنا عايزين نجيب مجموع مش دايماً بتبقى عندنا الرؤية كاملة أنا عايز أدخل إيه أو أقدم فين؟ جبنا المجموعة يبتدي الطالب يعمل إيه ويفكر إزاي ويرتب أوراقه كده إزاي ده سؤال مهم جداً يعني أنا بنصح الطالب وليه أمره في نفس الوقت يعني ياريت الطالب يختار الكلية اللي بيحبها ما يحصلش على ضوط لأنه بعض الحيان وليه الأمر يختار مجموع الطالب ياريت يسيب الطالب ينصح الطالب ويسيبه في اختياره لأنه كل طالب عارفه وعاوز يدرس إيه وعند مهوبة لدراسة إيه ياريت إحنا كأولياء أمور ننصح الطالب ونسيبه يختار لأنه أنا بحس في بعض الحيانة أن الولي الأمر خاصة يعني مش الطالب بيضغع على الطالب عشان يدخل كلية معينة هو كان يتمنى هو ما يسيب الطالب هو برغبته يختارها والهو اللي اختار الكلية اللي بيحبها هتفوق فيها مش شرط المجموع المجموع مش كل حاجة وبرضو ياريت ننسى برضو شوية يعني المفهوم أو المفهوم الموجود اللي يقلات القمة والكلية الأخرى يعني ما فيش حاجة بكلية قمة أنا كلية القمة بالنسبالي أنا اللي هي كلية اللي هتفوق فيها وأقدر أتميز فيها وأقدر فرصة عمل تؤهلني لسوق العمل الجديد إن شاء الله طبعا ما فيش شك لكن ما احترمنا طبعا لكل الكليات وكل التخصصات لكن يعني بيبقى وليه الأمر شوية كده لما يلاقي ابنه جايب مثلا 93-94% يعني برضو عايز يدخل كلية من كلية القمة يعني ما حدش قال له حاجة يعني يسيب الطالب يخذ عرفه الطالب يعاوز يخش كلية دي بس يفرض الطالب مصمم على كلية معينة أسيبه بها أسيبه في الحالة دي أنا أنا قوليه أمر أنصحه أقول له ده كلية دياتها مزاهة كذا ومزاهة كذا ومزاهة كذا أسيب الطالب يختار الطالب لو يختار رغب بيته هيتفوق في كلية لأن أنا بفجأة بعد الأحيان في بعض الأحيان الطلبة بيوصل لكلية ما كانش حبيبها ويوصل لسنة أولة أو سنة تانية ويكون ناجح فيهم وبعدين يرجع تاني يحاول كلية تانية من قوله دي لا موجود وفي شقة تاني برضو يعني الأب والأم بيبقى عندهم خبرات وبيبقوا ساعات بيقدموا نصيحة مش إكبار بيبقى ليهم رؤية ممكن يبقوا شايفين ولادهم ما عندهمش المقدرة أن هم ما يدخلوا كلية كذا أو ممكن أنا شايفه أنه عنده المقدرة أنه يخش كذا وهيبقى فيه كويس فبرضو احترام الرأي للأب والأم دي بتبقى حاجة مهمة لأن كل واحد عايز ولاده أحسن منه طبعا محدش بيبقى قصة ضرر خالص لأولاد لا شيء ضرر يعني إيه أنا أنصح بخبريتلي أنصح بخبريتلي وأقوله مزايا كلية دي إيه بس أفرق في بعض الحين الطالب مصمم عاوش يدرس كل يامه هي أنا أنا سيبه يعني أنصحه ومجبر يعني مجبروش آي طبعا كل الأب والأسرة جميعنا عاوديين ابنهم أحسن واحد في الدنيا أنا ما قلتش كده بس يسيب الطالب لو الطالب مصمم عاو يختار معا يسيبه لا خلاص طبعا أن التصميم على حاجة وأن هدفه واضح ورؤيته واضحة عليها دي بتخليه بينجز أحسن في الدراسة وفيه ولي أمر ما عندهش رؤية صح؟ أو ما عندهش خبرة مثلا أو مش عارف المجالات الجديدة يسيب الطالب يختار لأن الطالب في الوقت دوت بقعا من يعني من خلال التواصل الاجتماعي الطالب عارفين كل حاجة فيسيبه يختار الطالب دارس وقاري وعارف كل حاجة يسيبه يختار يعني أنا عارف كل طالب يختار يعني يعني عاوج يختار إيب الزبط